السلام عليكم ورحمة الله مرحبا عزيزات تلاميث صف الثاني الابتدائي درسنا هو اليوم انجليزي الوحدة الثالثة يعني الدرس الثاني يعني اقرأ راح نتعلم اليوم حروف الجر فعندنا اول كلمة هي يعني في أو داخل كما موضح بهذه الصورة شوفوا هذه الصورة السمكة داخل أو في الغلاس القدح يعني على مثل ما هو موجود بهذه الصورة شوفوا هذه الصورة هنا السمكة على يعني على يعني تحت نفس هذه الصورة شوفوا السمكة هنا سمكة تحت هذا الغلاس أوكي فهناية on على in داخل أو في under تحت طيب ننتقل الى تمرين الثاني اللي هو complete the sentence اكمل الجمل التالية number one هذه الجملة على هذه الصورة سائلني يقول هنا يسمكة وين on لو under لو in the fish is on the fish is فراغ the glass فنقول the fish is on the glass هنا يلفش on the glass أوكي فقلنا بالنقطة الاولى على هذه الصورة قلنا the fish is on the glass شوفوا السمكة هي على الجلاس النقطة الثانية هو the fish in the glass على هذه الصورة رقم اثنين الصورة رقم اثنين هنا عدنا صورة سمكة داخل الجلاس فنقول in in the glass بالنقطة الثالثة the fish is على هذه الصورة under under the glass أوكي ننتقل الى الصفحة الثانية صفحة ثيرتي سفن سبعة وثلاثين عدنا هنا مجموعة من الصور وسائلنا بهن فهنا يعدنا مثلا الصورة الاولى بيها كرة تحت الكرسي فاش نقول نقول the ball الكرة under under تحت the chair الكرسي هنا the ball the ball on على الكرسي the ball on the chair the ball on the chair هنا يعدنا the boy on the bed الولد على سرير النوم on the bed هنا يداخل the boy in the bed in the bed عندنا بهذه الصورة صورة كتب على هذه الطاولة فعلى يعني on فاش نقول the book the books الكتب on the table على الطاولة هنا يصير تحته فاش نقول the books الكتب under the table under the table تحت الطاولة هنا اتنا صورة حقيبة يعني جنطة على هذه الطاولة فاش نقول نقول the bag on the table the bag on the table هنا يداخل صايرة فاش نقول نقول the bag in the table or in the desk in the desk thank you so much and goodbye